موسيقى مشاهدين ساعة مع نبال مساء الانوار من الصدف الجميلة جدا ان احنا نرجع تاني للهوى ويكون ده مع توقيت ان اول يوم في واحد واحد عشرين عشرين صدفة لطيفة جدا ان احنا يبقى برنامجنا على الهوى مباشرة في اول يوم من السنة الجديدة كل سنة وحضراتكم طيبين ويا رب تكون سنة سعيدة على العالم العربي طبعا 2019 كان فيها احداث كتيرة مش لطيفة وكتير مننا بل كلنا تقريبا مرت علينا بأسوى شوية وقلم وفي مننا اللي فقد ناس عزاز عليه لكن في النهاية ان شاء الله عشرين عشرين تكون عوض ربنا لينا في كل الحاجات اللي احنا تحملنا واسبرنا عليها وتكون سنة سعيدة عليكم النهاردة وفي اول يوم من السنة الجديدة عايزين نبدأ ساعة مع نبال بسؤال السؤال ان الرجالة عوزة ايه في عشرين عشرين الرجالة يعني محيرين شوية يقولك انا عايز الست عقلة ولو اخد العقلة يقولك عايزها جميلة ولو اجتمع العقل والجمال يقولك انا عايز ست بيت شطرة يعني من الاخر احنا مش فاهمين هم عايزين ايه الراجل دايما بيدور على حاجة والحاجة دي مش لقيها دايما بيدور على الحاجة اللي مش موجودة ليه دايما شايف في مراته ان فيها حاجة نقصة او مش موجودة يعني الراجل اللي بيتجوز ست بتقول حاضر وطيب بيقولك لأ انا عايز واحدة يبقى ليها شخصية وتتناقش معايا ولو خاد اللي شخصيتها قوية يقولك هي مالها قوية علي كده ليه يعني الستات بصراحة مش عارفة تعمل ايه وترضيهم ازاي فيه بمشكلة كمان اكبر من كده الراجل اللي بقعد جنب الست بتاعته وبيتفرجوا على التلفزيون وعمال يقول لها شايفة الستات شايفة الستات عاملين ازاي بيقارنها بالعارضات الازياء دا كلام هل المشكلة يعني موجودة فين الصغرى فين هل المشكلة ان الست ما قدرتش تفهم نفسية الراجل لغاية دلوقتي ولا المشكلة ان تركيبة عقل الراجل غير تركيبة عقل الست وهو ده اللي مخلي الصراع قائم بينهم يعني الراجل بيبقى فاكر انه لو عارف واحدة تانية ولا تجوز واحدة تانية انه كده هيلقي الحاجات اللي ملقهاش في الست بتاعته هيلقيها في التانية طمحنا لو شننا سين ولا صاد هللاقي المميزات اللي هنا بقت عيوب هنا والعيوب اللي هنا بقت مميزات هنا ليه الراجل دايما بيدور على الحاجة اللي مش موجودة يا ترى احنا الستات ما قدرناش نفهم نفسيتهم لغاية دلوقتي هو ده السؤال اللي بيطرحوا ساعة مع نبال في عشرين عشرين الرجالة عوزة ايه انتظروني والرجالة عوزة ايه الرجالة عوزة ايه الستات خلاص بقت مش فهمة وغلب يعني خلاص غلبهم زي ما بيقولون مش فهمين س السيد عايز ايه من امينة ليه دايما بيدور على حاجة مش موجودة ليه دايما بيدور على الشيء اللي يضعجه او يضايقه او شايف دايما ان امراته فيها حاجة كان عايزها وملقهاش ما بيردوش ايه بقى الموضوع ده هنعرفه النهر ده في ساعة مع نبال والرجالة عوزة ايه مع الاستاذ الدكتور محمد السيد استاذ الصحة النفسية وسلوك الانساني اهلا بحضرتك يا سيد اهلا بحضرتك الرجالة عوزة ايه الرجالة عوزة حاجات بسيطة خلاص الول كل سنة وحركة طيبة واستاذ المشاهدين وعم سعيدة على الجميع ان شاء الله اهلا وسهلا اي راجل في العالم محتاج خمس اشياء خمس اشياء دول لو اي انسة زوجته في العالم وفرت له الخمس اشياء دول كده تقريبا بقى ختم في صباح والخمس اشياء مش مستحلين ولا حاجة اه وفي الوضع المقابل الانسة برضو بتحتاج خمس اشياء خلينا في الراجل بيقول محتاج ايه بالتحديد اه الراجل اخر حاجة يحتاجها في الخمسة اللي هي رقم خمسة الحب اخر حاجة اخر حاجة اه ولذلك دي أول حاجة عند الأنزة الحب دي العكس آخر حاجة الراجل اللي يحتاجها رقم خمسة بالنسبة لنا هي الحب تعالوا بقى نشوف رقم واحد بالنسبة لنا هي ايه واحد بالنسبة لنا الولاء الراجل عايز الست بتاعته بتنتميله بتنتميله بقى هو بمميزاته بعيوب وبتنتميله هو بيصلي بتفرش له السجادة هو بيشيش بتحطه لعفن الحجر خدت بالحضرك من اللي هذه العملية مش مسألة مبادئ أو قيم بقدر ما هو يشعر ان هي بتنتميله دي في حد ذاتها بتدي له نوع من الارتواء الذاتي أي رجل في العالم حاجة تانية تدوله القوامة يعني هي تدول القوامة زي ما حضرتك قلت كده في المقدمة حسسيه النواس السيد حتى لو همش كده حسسيه بكده مش مسألة سيطرة أو مسألة إزلال لا لا خالص المسألة مسألة قوامة أي رجل في العالم بيشعر ان هو المكان أو الغابة اللي هو أسد فيها بيته لو بدأ يحس ان هو ضعيف في بيته أو قليل في بيته أو مهزوز في نظر زوجته بيبدأ ساعاتها يسقط كل الأشياء العدوانية اللي في داخله على أي حاجة يتلكك على شعر ليه؟ لأنه بدأ يشعر بالنقص والنقص ده المفتاح اللي بيطلع العدوانية من عند الإنسان تمام فرقم اتنين بالنسبة لنا يدي له القوامة يعني أول حاجة الولاء وبعدين القوامة القوامة تلاتة بقى رقم تلاتة بقى الطاعة حتى لو الطاعة كانت عبارة عن مصك كانت عبارة عن عفوا ممكن واحدة تقول للزوجة أوه تمام وانا مش هعمل كذا اللي بإذنك وكذا وكذا حتى لو همش تعمل كده مجرد ان هو سمع هذه الكلمات خلاص بتعزز الأولى وبتعزز التاني وبوفر التالت والربعة الرابعة بالنسبة لنا الأشياء البسيطة اللي هي توفير لاحتياجات الأساسية بالنسبة للرجل حاجات الأساسية زي ايه زي ان هو يشعر ان حاجاته من الأكل والشرب والأمان والهدوء وغيره من هذه الأشياء متوفرة بالنسبة للبيت آخر حاجة اقول له بحبك طب يعني يا دكتور المشكلة هنا زي ما قلت في المقدمة ان فعلا الست ما قدرتش تفهم من نفسية الراجل وبالتالي هي مش قادرة تديله احتياجاته اللي هو محتاجها يعني هي بتدي الاحتياج يعني بتدي ليه بس من وجهة نظرها هي من مشاعرها هي من فكراها هي تفتكر هي دي المشكلة اللي عاملة الصراع الرهيب بين الرجل والستة لغاية دلوقتي بص هي مشكلة غياب ثقافة فهم الآخر يعني ناس كتيرة جيت بان زوجات وممكن من 20 و30 سنة متزوجة بس لسه ما تفهمش ازاي تتعمل مع الرجل حتى لا هي جربت بوصفات جربت طباعه تقبلت طباعه لكن هي ما تعرفش المدخل بالنسبة لشخصية وإيه كل رجل ليه مدخل زي المفتاح بالضبط ما يقدرش يفتح على كل الكوالين تما هي تعرف ده ازاي هو بسهولة للغاية ازاي واحد واحد وفر الخمسة دول اللي احنا تكلمنا عليهم ده مبدئيا اه اتنين اي رجل بالنسبة لنا عبارة عن اربع شخصيات او واحد من اربع شخصيات اي اما رجل ودود الرجل ودود اللي هو عاوز كلام حلو والرجل ودود خلي بالك الرجل ودود هو الاشد غضب الرجل ودود هو هادي 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 بس لما بيصور يكون الاشد غضب عشان برضو الستات تعرف شو معنى ان هو طيب وقال لكلمة بترضيه يعني معنى ان هو كده راضي ممكن يكون بيخزن ووقت الانفجار بيكون حاجة غير عادية حاجة التانية الشخص المعبر الشخص المعبر المساحة بتاعته اديله الكلام القوامة بالنسبة له انه يتكلم تمام يديله الكلام يسألي اسئلة حتى لو اسئلة بديهية وحاسسين ان هو عالم فيها يعبر يعني الموضوع عايزة قوي من الست عايزة شوية معلومات زي محوة امية زوجية مش اكتر العملية مش دراسات عميقة العملية بس اي انسة في العالم عايزة تعيش زي ما احنا كده زي ما هي ما شاء الله قعدت سنتين او تلت سنين تجهز وتعمل جمعيات وكامل زي كده عشان خطرة تتزوج وجهز قسيات بيتها تجهز المعلومات الاساسية اللي هتعيش بيها مع واحد واحد مختلف عنها في الطباعة ده زكر وهي انسة ده متربية بطريقة وها متربية بطريقة يعني الشكاوي مثلا الستات بيشتقوا منها انه بيقول الشيء ونقيده انه بيتلكت لها انه دايما شايف كل الستات اللي برة احلى منها طب دي المشكلة دي تتحل ازاي اقول للحضرتك المشكلة الاساسية هنجي نقول فيه خلل في الخمسة الاولانيين يعني هو مش حاسس بالقوامة يعني مش حاسس بالاحتياجات والاساسية متوفرة يعني مش حاسس بالولاء والانتماء يعني مش حاسس بالطاعة يعني مش حاسس بالحب واحدة فيهم الاول عملت مشكلة طالما عملت مشكلة كانت هي الزريعة الاساسية اللي يبدأ يتمرد تمام يتمرد بقى العيش يتمرد على الكلام يتمرد على اسلوبها على لبسها على طريقتها على تربيتها للأولاد ده بالنسبة ابتداياً بيكون طريقة لذلك ثم نرجع عشان ما نجيبش كل الأمور على الزوجة نرجع بقى نقول أن في بعض الشخصيات أحيانا متشعر بالنقص في المقدمة حضراتك قلت من ناحية الراجل يعني فيه شخصيات لو استدت حتى فهم الخمس حاجات الأساسية في أسلوب التعامل لكن هو عنده مشكلة بقى نعم أنا أقول لحضراتك حيك ودي الكل ست بتسمعنا فيه خمس حاجات بنسميهم دورة الحياة الزوجية لو حد فهمهم أرجوكم ما توصلوش للمرحلة الأخيرة واحد لما يجي علاقة زوجية كده هتبدأ بين اتنين هتبدأ ازاي؟ تبدأ بالمرحلة اللي هي مرحلة الأقنعة مرحلة الانجذاب والانبهار واحد شاف واحدة عجبته وده من تيمين مش عارب ايه كلام لزا كده ادي انجذاب وانبهار في المرحلة دي احنا لا نرى إلا المميزات بنشوفهم ملائك تمام كده؟ تمام مرحلة تانية مرحلة التقارب تعالنا نعمل خطوبة وتعالنا نتكلم ومش عارف ايه ومعرفة حيتها والكلم اللي حضرتك عارف ايه دي مرحلة التقارب مرحلة بعد كده مرحلة الارتباط الزواج مرحلة بعد كده الرابعة مرحلة المقارنة هي دي المقارنة اللي هو ايه؟ هو انا تسرعت هو كان قدامي الفلانية هو انا ليه حظ كده انا لما روحت عند صديقي زوجته عملت لنا كذا وكذا وكان استقبالها مش عارب اش معنى دي يبدأ عملية المقارنة او هي الاخر مرحلة مثل مرحلة الانفصال الانفصال هنا مش التلقى الانفصال هنا ان كل واحد يروح عامل قوقع على نفسه بسه خلاص انا عايش بقى بنعد ايام وبرجع يدوب على النوم والكلام بالنسبة لنا مساحة بسيطة بالظافت برافع عليك هي دي المرحلة المسلمة الانفصال عشان بقى نعزز الدورة دي من جديد ونجري فيها الدم من جديد نعمل ايه كل ما نقرب للمرحلة المقارنة نرجع تاني لمرحلة الانجزاب والتقارب ازاي فاندم الوعي دي يوصل لهم يعني احنا دلوقتي وبالذات الفترة الاخيرة حضرتك شايف كم الحالات الانفصال والبيوت اللي شكل من بره وخربانة من الداخل ورجالة عارفين ستات خلينا نتكلم يعني النهاردة بمنتهى الصراحة ورجالة عارفين ستات تانية على زوجاتهم ده غير اللي متجوز على زوجته من وراها ودايما عندهم شكوى ان انا كنت عايز كذا وما لقتوش وبعدين نلاقي في الطبيعي الست ست يعني على خلق وست مربية فاضلة يعني وست بيت طيب يعني احنا ازاي نعالج المشكلة ده هي حاضر عايزين ست السيد بقى يعني يقتنع بينا ويقول الحمد لله بقى مراتي دي الدنيا وما فيها زي الفل هي السؤال بتاع حضرتك هو مجموعة اسئلة نجاوبها واحد واحد ان الشخص ده وصل لمرحلة الملل لو الزوجة دي تعرفت يكون عند ده نوع من التنوع زي الفل التنوع هو المضاد للملل مجرد ان الانسان يتنوع بيكسر الملل يتنوع بقى في الشكل في المضمون في الكلام في الاكل في الاستقبال في غيره في كل شيء التنوع هو المضاد بالنسبة للملل ده اول حاجة الحاجة التانية بالنسبة للناس اللي بتوصل لمرحلة زي كده واحد ايه هو النقص اللي حضرهاك بتبحث عنه النقص اللي حضرهاك بتبحث عنه هو ايه هل نقص غرائزي ولا نقص مضمون ولا نقص اجتماعي ولا نقص إيه بالتحديد فيه عالم كبير كان بيتكلم على أن الإنسان أحد المحركات الأساسية بالنسبة له عقد النقص كلنا عندنا أشياء نقص واحد بيجرع الفلوس أكيد مثلا بالضبط فالزوج عاوز يكمل شيء معين لو هو سأل نفس السؤال أنا نقصني كذا وبدأ ينقل الأسئلة اللي هي لا وعي عنده للوعي يقولوا الله أنا عندي نقص في كذا إزاي أعوض هذا النقص من خلال الزوجة تمام لو عمل دي هيتفادى حاجات كتير الحاجة اللي بعد كده ودي للسيدات بعض السيدات بيحصل لها حاجة مسامة التحول للطبيعي يعني إيه التحول للطبيعي نيابة تتحول من زوجة إلى أم إلى قعيدة فده بيدي إيه قعيدة هقولها لك أنا هقولها خلينها واحدة واحدة يعني مفهومة الأم والزوجة لكن قعيدة دي قعيدة دي اللي شلت إيدها من الزوجية ومن الأمومة تحسني كده أن واحدة بص اهتماماتها إيه أكلة نعمل أكل تلفزيون ده الأسئلة مثلا حاجات من هذا القبيل دي بنسميها قعيدة واحدة كده قاعدة بتسلي وقتها إن المرأة تتحول من زوجة إلى أم فقط كده فقط دي الزواج هي كده عندها أبناء بتكفلهم والأب في الحالة دي أو الزوج بيبقى مجرد واحد من ضمن الأبناء أكل بيأتأكله ومش كلام زي كده وده خلل كبير عند المرأة أرجوك لا تفقدي عنصر أنك زوجة في المقام الأول تمام دي مهمة ليه بعد فترة بعدها ثلاث أولاد أكتر قال حاجات زي كده بالتعليم بالمذاكرة بالحاجات طبيعي كان الله فعنا بتنشغل في حاجات كتير بيجي نقطة تانية أساسية أحيانا بيكون بقى بدأ التهمل بعض الاحتياجات الأساسية اللي هي رقم أربعة في الخمسة اللي قلناهم وبعد كده يبقى فيه نوع من التأثير ويبقى دي زريعة بالنسبة للعنصر الزكري اللي هو الزوج أن يبحث عن تعوضها بمقارب أخرى طب ليه ليه بيدور عليها بشكل مختلف أو أنه يبص بره أو أنه يعرف واحدة تانية طب ليه ما بيبقاش فيه حوار مع الزوجة ويبدأ يلفت نظرها للنقطة اللي افتقدتها أو ما عادتش من اهتمامها أنا هقول لحضرتك ليه لعدة أسباب أن أحيانا بيتتحول الشخصيتين أو أحدهم إلى شخصية بنسمى الشخصية التوصية التي لا تقبل النقط أنه مجرد ما يجي يقول لها مثلا تعالي نجلس مع بعض أنا حاسس في الفترة الأخيرة هنقف بس عندهن عند النقد الشخصية اللي بترفض النقد وهناخد مدخلة ونرجع لكم الحديث معنا الأستاذ عساو مع الجيج أهلا وسهلا بحضرتك المحامي بالنقد أهلا يا فندم أهلا بك يا مدام نبال ولضرفك الكريم أهلا وسهلا أهلا وسهلا كل سنة وحضرتك طيب وحضرتك طيبة واللي مشاهدين طيبين وأموريني أستاذ هسامر الرجال عاوزة إيه لا يا رجال عاوزة إيه أنا عارفة أن حضرتك مناصر للرجال يعني لا والله بس أنا أقول لك على حاجة بسم الله الرحمن الرحيم يعني هو الموضوع يا مدام نبال وصل لمرحلة إحنا كنا في الفترة اللي فاتت بنسمع دايما السيدات يقولوا إحنا عايزين المساواة عايزين المساواة تخيلي لما نوصل إحنا بقى دلوقتي إحنا بنقول إحنا العايز المساواة الراجل هو العايز المساواة والله بكلم الجد هقولك ليه هقولك ليه والعقل والمنطق في ناس بيسمعونا عندي القانون مثلا أنا مش هتكلم في النواحي الشخصية والنواحي الاجتماعية السيد دكتور محمد يتكلم أكتر مني فيها لكن أنا بكلمك مثلا على سبيل المثال قانون الظالم الكارثي دي اسمه قانون الأحوال الشخصية اللي رغم تقدم أكتر من مشروع لمجلس النواب لتعديل ذلك القانون فيه إصرار إصرار وراء أجهزة معينة أو منظمات معينة لعدم تمرير ذلك القانون اللي بينصف المجتمع قبل منصف الرجل أو السيد يعني أول خلاف بيحصل بين الزوجين للأسف الشديد النهاردة تفجئ بأن الزوجة بتطلق أو بتدخلها قانون مديلها عشر حالات للتقليل غير الخلع حضنة أبادية للعال 15 سنة بعدها تخيير حق في النفأ أو حبس للزوج لو ما دفعش النفأ في حين تعالي بقى عشان ما نقولش إن احنا متحيزين تعالي شوفة فوق الرجل لما يختلف مع امراضه ثلاث ساعات رؤية في الشارع في الشارع ما يقدرش يستضيف ابنه هل في قانون أو في عقل أو في منطق أو في عدالة بتقول إن أنا لما أطلق زوجتي أتحرم من استضافة أولادي ما يبيتوش معايا ولا أقدر استضيفهم في عيد ولا في شهر رمضان وفي مقابل ذلك الزوجة تمكين من منزل كانت زوجية خلع بس يا أستاذ أستاذ عسام يعني الرجالة برضو بيعملوا حاجات بتكون يعني غير لائقة تماما والعند اللي بيوصل ده والستة تمنع يعني إن هو يشوف الولد أو البنت ما بيبقاش جاي من فراغ يعني يعني مش ممكن يعني اسمح لي حضرتك مش ممكن ستة تكون اتعاملت بآدمية مع الزوج سواء في اختلافهم أو في طلقهم وتمنع الأولاد أبدا إن هو يشوفهم يعني أكيد اتعاملت معاملة سيئة جدا وذلي فيها وعمل فيها عماية عنيفة جدا وبالتالي هي متحفزة بالشكل ده إنها تعمل كده طيب أنا أرد على حضرتك أولا هذا الكلام غير موجود بالمرة ولو حالات بتبقى حالات نادرة لكن أنا ما بتكلمش في ظلم الست للرجل أو ظلم الراجل السيد أنا بتكلم في تحيز الدولة للستة وهقولك ليه أنا بتكلم على القانون يعني لما نيجي النهاردة هل يعقل أنا هسألك سؤال وبصفتك أنت سيدة جوجة علي هل يعقل إن الستة اللي بتمتنع عن إن الولد يقابل أبوه في الرؤية لا يكر القانون إعقاب عليها وفي نفس التوقيت وفي نفس الوقت الزوج اللي بيمتنع عن سداد النافقة بيوحدك طب هل ده منطق؟ لا طبعا هو أكيد لازم يتم التعديل في أمورك يعني قانونية وفي أمور معينة علشان العلاقة بين الراجل والستة بعد الانفصال تكون محافظة على شكلها الراقي المحترم عارف يا مدام نبال قبل ما أقفل مع حضرتك أقولك على حاجة أقولك على حاجة أتفضل عارف إحنا وصلنا لمرحلة كارثية أنت عارفة اللي بيدفع التمن الأولاد أيوة طبعا في ناس أو في ناس مصممة على إن يفضل قانون ده سدقين دولة أعداء للمجتمع لما نوصل ل13 ونص فتاة عانت النهاردة فتاة سن الزواج ده مش مؤشر يؤكد بعزوف الشباب على الزواج لأنه شايفين المصائف اللي موجود أستاذ أستاذ عصام عجاج بشكر حضرتك وبشكر وجودك في ساعة مع ندال أرجع لحضرتك تانية دكتور وبنتكلم عن الشخصية اللي ما بتقبلش النقطة نعم إحنا بنتكلم حضرتكم أنت بتقولي أن في بعض الأحيان ليه ما يعوضش ده مع الزوجة أحيانا بيجي تتفتح ساحة حوار ساحة الحوار دي لما بتفتح مثلا واحد جلس مع الزوجة وقال لا والله أنا أشعر بنقص في كذا أنا عايزك تغير من طريقة الكذا أنا عاجبني كذا أو مش عاجبني كذا في البعض الحالات لما بيكتر الموضوع ده الشخصيتين بيحكمهم حاجة مسمى الشخصية التوصية التي لا تقبل النقط النقط بالنسبة لها بيعني الإهانة يعني مثلا لو هي بتقوله بتقول للزوجة خلينا نبدأ بالوضع الآخر لو هي بتقول للزوجة والله أنت ما بتقوليش كلام كويس أنت ما بتقدرنيش بالضبط أنا عشان كرينا بقول يعني كل استثتات بتقول نفسي أسمع كلمة حلوة ما بيدلعنيش ما بيقوليش كلام حلو ما بيجيب ليش ورد نعم أنا شخصيا متعاطف مع السيدات في الجزئية دي حقيقي ودي مش هتكلف الرجال كتير يعني إحنا حتى مجرد الكلام إحنا بتقول للناس مجرد الكلام حتى لو إنت مش حسه كتير بيه مقنع للمرأة حتى لو 50% وده في حد ذات وهيديه هدوء والهدوء هينعكس عليكو على الأولاد يعني قولوا يا جماعة وقولوا للناس حسنة يعني مبالج بقى اللي هي أقرب الناس ليه فالشاهد في الموضوع لما الشخصية بتتحول الشخصية توصية بتتحول عملية الانتقاد هنا إلى عملية خناءة وممكن تقف عند كتير من الناس لعملية الطلاق أو الانفصال أو خراب البيوت لما سألت أنا في نقص عندي في كذا هو تبدأ العملية وهاجم لا أنت معادش عجبك العجب طب مش عارف كذا طب كلمة من هنا كلمة تتصعد الأمور وبالتالي هنا اللي بيحكمنا عملية الغرور الزيتي وتضخم الانتقاد طيب هي ست برضو تفهم الحاجات الزيتي يعني هل إحنا محتاجين قبل الزواج يكون فيه دورات تدريبية تعلم الراجل بالست ما هو الحضراتك بتقوله ده يعني أنا وأنا قاعدة حاسة أنه هو كلام بسيط جدا لو الست فهمته كذبت حياتها وجوزها ودنيتها وعاشت في سعادة أي نعم فيه سعادة طبعا يعني مطلقة لكن على الأقل هتبقى عايشة مبسوطة في بيتها سعيدة بجوازها سعيدة بولادها هل إحنا بينقصنا في مجتمعاتنا الفهم والله دي نقطة ثقافة الزوجية غايبة في مجتمعنا العربي تمام حقيقي ثقافة الزوجية يا جماعة الواحد اللي بيعمل المشروع المشروع ده مثلا ربحي بيدرسه قبلها بسنة بيعمل تجارب وبيروح للناس يسألهم وبياخد بأهل الخبرة ما بالك ده مشروع مبني على التقبيد أنت بتجيب واحدة بينك وبينها مساء غليظ والعلاقة بينكم إلى آخر لحظة في الحياة وبالتالي يعني الضرورة تقول أن على الأقل أسأل أهل الزكر سألوا أهل الزكر إن كنتم لا تعلمون أدرس أقرأ شوية حاجات هي العملات دي تتاخد في 3-4-5 أيام مش معضلة يعني اسمحني يا دكتور مثلا من القصص اللي اتحكت لي مثلا إن فيه ست أول ما تجوزهم وكانهم لسه عرسان جداد فكل شوية تسأله تشرب إيه تاكل إيه أجب لك إيه حبيبي مش عارف أعمل لك إيه نعم ففجأة تعصب عليها جامل جدا وقال لها أنا مش من الشخصيات دي أنا ما تعوديش طول ما أنا قاعد في البيت تقولي لي أشرب إيه وتاكل إيه يعني أنت عايز إيه يا سي سيد إمتى وقد الوقتي قال أنا لما عاوز حاجة هتلوبها بتقول إن فات سنين على جوازهم التغيرات بقى اللي بتحصل للراجل كل خمس سنين وحدك تقولي كل قد إيه بالضبط بدأ حصلت مشكلة بينهم فبيتكلموا بتنخشوا فيها فقال لها أنت ما عدتش بتهتمي بي ليه يا سيدي أنا مش بهتمي بيك قال لها علشان أنت ما بتسألني إيش أنا عايز أكل إيه عايز أشرب إيه ستة عتتجان تم أنا السنين اللي فاتت دي كلها اتعودت إن أنا ما أسألش دلوقتي إزاي عود نفسي تاني إني أنا أسأل أدي مثلا حالة من الحالات تمام أنا هقول لحضرتك وهو بيقول لها أنا مش من الشخصيات دي يقصد إن مش معنا كده ما تقول ليش تاكل إيه أو تشرب إيه ما تتصنعيش أكتر من اللازم ده اللي عاوز يوصله التصنع أكتر من اللازم يعني مثلا اهتمام أكتر من اللازم بقى تمثيل صحي كده هو يفهمه كده الرجل يفهمه كده لا لا مش معقول يعني أكيد أنت ملاك بقى يعني مش معقول محدش كده بيبقى أوفر وفي نفس الوقت التبلد أكتر من اللازم مش مطلوب في حاجة مسمى تغيرات الاهتمامات عند الزوجين تغيرات الاهتمامات دي ممكن مثلا واحد بيهتم ابتداءا بالأكل الأول ما يدخل من البيت نفترض أن نقعد معه 3-4-5 سنة لاحظنا بعد فترة أن الاهتمام تغير أنه بيهتم الأول أن يقعد مع الأولاد ويلعب معهم ويتطمن وعملته إيه وسويته الأول وبعدين حطه الأكل كويس ده تغير الاهتمام لو السنسور بتاع الزوج أو الزوجة مش حساس للأشياء لزيكده هيعمل زرعة لخصام على الأشياء تفهم بصبت خدت بالحول لك دي حاجة حاجة تانية إحنا دايما نقول للناس إيه لو تكرمتم خلي فيه مساحة دايما من تقبل الأخطاء لدى الطرف الآخر إحنا بشر مش معصومين يعني معنى كده إن ممكن زوجتي تحسن وتسيء وأنا نفس الطريقة تحسن وتسيء لو إحنا ما عندهاش مساحة من يعني زي ما إحنا بنقول كده ممتص الصدمات زي السيارات كده هيجي في وقت من الأوقات أقل حاجة ممكنة في البيوت هتهدد بقاء البيت دي حاجات أساسية عايزة أقول حاجة دكتور إن لو كل راجل وست استوابوا كويس وفهمهم إن مش ممكن الشخص اللي قدامي هيكون فيه متوفر فيه كل أحلامي وكل الحاجات اللي أنا كنت بتمناها ودي حاجة والحاجة التانية إن مش شرط أبدا نبقى شكل بعض يعني إحنا ممكن نبقى عايشين مع بعض بس أنا وزوجي من الشكل بعض لا في الطباع ولا في بس إزاي كل واحد فينا يقدر يتقبل التاني ويقدر يحبه ويقدر يكمل الحياة دي وينجع فيها دي برضو من الحاجات المهمة جدا اللي لازم كل راجل وست يبقوا فهم منها أساسي إحنا دائما نقولي إن مجموعة الخصائص البشرية انقسمت على اتنين على الزكرة والأنسة معليش دكتور معنا عيسى من البحرين عيسى من البحرين أهلا يا عيسى عيسى من البحرين مرحبا السلام عليكم يا هلا يريد حضرتك تقفل يعني توطي صوت التلفزيون وتسمعنا من التلفزيون أهلا سكرت سكرت الصوت يا هلا يا هلا ممكن أشارك بفضلك أنا عندي رائعي في موضوح ما يريد الرجل تفضل يسر يعني بيخص موضوعك المرأة بتعجب بشخصية بهوة شخصية الرجل يعني بمعناته إذا رجل شخصية قوية المرأة بتتنازل عن حقوقها جدا من الرجل بمعنى إذا مرأة تزوجت وزير يعني لك شخصية وبرع وهي لمان بيجي البيت بتتنازل عن كل طلباته أو حقوقها بتتنازل عن كل عبوكه أول مرة يعني حاجة ملفتة للنظر أن راجل يعني يعترف بدا أن كل اللي وصلت ليه المرأة دلوقتي بسبب تنازلها عن بعض الحقوق أنا ما بقصت على الصود الآن المهم أنا حنفل الفكرة أو إذا بتناقشونها أشكرت إذا وحدة تزوجت وزير لحينمان برع بيجي البيت المرأة بتتنازل عن كل حقوقها بتحترم احترام شديد فإذا الرجل إذا يريد أن المرأة تقدر وتحترم هو يحس من موقفه مركز الاجتماعي برع وإذا الناس قد ما يعجبون بالرجل برع الشعب يشيبون بالرجل هي بتعجب به شكراً شكراً وبنشكرك بمداخلتك في الساعة مع نبال إيه رأي حضرتك بأنه هو رجل دلوقتي هو ومن أصل عربي وبيقول إن الست برضو سبب فيه اللي بيحصل في الفترة الأخيرة هو يعني إيه واجهة نظرة تحترم طبعاً وفيها من الصحيح النسبة كبيرة للغاية إحنا بس عايزين نقصد شيء إن العملية فيه فيه حاجة في العالم العربي آخر سبع ثمان سنوات والناس الدارسين في علم النفس والاجتماع ملاحظينها بدقة في حالة من تصاعد الندية ما بين الرجل والمرأة حالة من تصاعد دا دا ستقال اللي قلت لسه هسأله الحديثة في دلوقتي إن الندية دي هي اللي وراء الانصراع ده نعم شوف إحنا عندنا قاعدة في علم النفس بتقول أن الصور الزهنية هي محرك أساسي للإنسان الصور الزهنية الصور الزهنية عن نفسنا أو عن الآخرين الإنسانة عفوا واحدة في أول زواجها وبتابع برنامج اسمه كذا مثلا هذا البرنامج مثلا بينفخ في المرأة أكتر من اللازم أو العكس بينفخ في الرجل أكتر من اللازم لحظة الشرارة بين الاتنين بيكون هي عبارة عن صدامة بين البرنامجين لأن دا كون صورة دا كون صورة كل واحد لما الصورة بتتضخم بيعاوز ينتصر ويتأسد على الآخر ودي في حد ذاتها بتولد الصراع للتوافق الحياة الزوجية مش كده إطلاقا حياة الزوجية ما هو يا دكتور هي دي المشكلة فين عقل يعني لما بشوف جدتي وبشوف إن هي كان تعلمهم بسيط جدا وإزاي كان عندهم العقل ومسيطرين يعني كانوا مسيطرين الناس دي كانت مسيطرة جدا في بيوتها الستات مش بك رغم صعوبة الرجل ورغم إنه له قوة معينة وهيبة معينة جوه بيته إلا إن الستات دول كانوا مسيطرين سيطرة غير عادية على الرجل وعلى بيتهم وعلى أولادهم إزاي هم بحد متفكيرهم ده كانوا قادرين يعملوا ده وإحنا دلوقتي بالثقافة والعلم والانفتاح اللي إحنا فيه مش قادرين نوصل المرأة قديما كان عندها القوة الحقيقية اللي إحنا بسمها القوة الناعمة المرأة حاليا عندها القوة الخشنة القوة الخشنة لا تجدي مع الرجل دي كرسة دي حاجة احنا بنصرق فعل السيدات يعني الستة الذكية مطلوبة أقول هالك فيه قاعدة مكافلية شوية بتقوليه لا تبرق أكثر من السيد ستات زي ما كانت تعملها تتحكم في كل شيء وتحسز زوجها أنه هو الأسد هو اللي مدبر كل حاجة احنا من غيرك نضيع وهي المعقل المدبر بس سدة اللقطة المين للزوج ولزاك يجي يقول لها يا سلام عليك انتم مش رفوه هي دي بقى الزكاء الزكاء يعني أنا لي صحبة أو صديقة زوجها دايما بيطلق عليها العقل المدبر ورغم أن هي بتظهر أني مش ممكن مش بتقولها يعني أصلي فيه صورة تانية كده في المجتمع أن السيدة دايما تقولك اللي يشوفه الراجل أنا بحس أن ده تمثيل ومش يعني مش مقبول لا في حقك ولا في حق الزوج ولا كمان قدام الناس لأن مش ده اللي بيكون الحقيقة صحيح لكن فيه سيدة فعلا عندها القدرة أنها تخطط وترتب وتزبط كل شيء وتخليه هو دايما في الصدارة هي دي بس بتاخد الكلمة من عن الثانو هو ده الزكاء اللي مطلوب هو ده اللي احنا عايزين نعلمه ونقولها برضو للستات أن ده مش ضعفة منك ده بالعكس ده حكمة اللي بيحرك اللي بيحرك الأمور دي كلها ده اللي هو الأقوى اللي هو حضرتك بس أنت بتدي اللقطة المين فوفرت القوامة لي وانت دبرت كل الأشياء مش الراجل اللي عنده وعي قوي يقولك أنا أخاسم الست اللي بتفكر صح؟ لا بس شوف منها يعني الست اللي بتفكر التفكير ده بعدين سلحة وحدين بتفكر ليه ولا عليه عليش الدكتور معانا سمية وبقالها فترة منتظرة على التليفون اتفضلي الخط تقطع احنا بنكلم على أن التفكير سلحة وحدين يعني لو هو بتفكر ده مقلقنيش أنا كرجل إليه في حالة وحدة بس لما يكون بتفكر ضدي ده مقلقني لكن لو بتفكر لي أو معايا ده فيه يعني وراء كل رجل عظيم امرأة اه طبعا اه طبعا اللي هو النفع من الشيء صحيح مش الدرر منه يعني احنا طبعا مش بنشجع عن أي ست تقعد تفكر وتخطط لزوجها ازاي باسلوب مصح لا ازاي بتخطط وانها وترتب وتعمل بلان عشان توصل لقلبه ولعقله ولفكره وتحتويه وتنجح علاقتها وتقدر انها تعمل اسرة سليمة هو ده اللي احنا عايزينه وده اللي يمكن من اول وهلة في ساعة مع نيبال النهاردة لما يسمعهم كلمة الرجال عاوزة ايه ان احنا طالعين بنهاجم الرجال احنا مش بنهاجم الرجال ابدا احنا دايما مع الست ومع الراجل ازاي ان احنا يكون لنا كلمة نقدر من خلال برنامجنا تكون عامل مساعد في تغيير بعض الامور في الحياة واعتقد ان الاعلام هو ده الرسالة بتاعته صحيح فاحنا دلوقتي عايزين ندي وصفة بقى كده نقول لو الراجل يعني حضرتك تصنفت فيه حتة ما تكلمناش فيها لما حضرتك قلت فيه شخصيات بيبقى ليها طباع معينة ودي بيبقى صعب التعامل معها شوية قلنا منها الشخصية اللي مش بتقبل النقد هي لا احنا بنقول عملية الصدام بيتحول الاتنين الى شخصية توصية التوص لا يقبل النقد اي نقد بياخده على ان طعن في ذاته وده في حد ذاته مش كده اطلاقا اللي احنا نقصده ان كل رجل يا جماعة هو احد اربع رجال مع ليش يا دكتور امو محمد من بني سويف ايوا اهلا يا امو محمد كل سنة وانت طيبة وحضرت طيبة امو محمد الرجال عاوز ايه صراحة احنا محترين قوي انت محتر كده زينا يعني اه اه قليلي الرجال عايز ايه مش عاجبها العجب ولا الصيام فرجب قليلي انت ايه رأيك في الموضوع لا صراحة هم عايزين حاجات كتير قوي وما حدش عارف اساسا هم عايزين اصلا ايه طيب انت سماتي دكتور محمد وهو بيتكلم وقال ازاي ان احنا نقدر نتعامل مع الراجل ونقدر ان احنا نكسبه ونحتويه بصي انا جربت كل حاجة ما فيش اي حاجة نفع طيب اسمعينا بقى يا محمد يمكن النهار ده ان شاء الله تطلعي بحاجة جديدة وتساعدك ان شاء الله في الحياة نكمل يا دكتور احنا بنتكلم على ان اي شخص في العالم هو اربع شخصيات وكذلك الزوج اما شخصية ودودة وده عاوز الكلمة الحلوة الكلمة الحنية الصوت الهادي المشاعر اكتر من المضمون اي زوج او انت كزوجة بتعامل زوجك كده لو هو ودود طبعه كده تكده اكسبتيه وحزاري دايما صورته لان الشخص الودود هو البيصور بسرعة او بيصور بيكتم يكتم وبعدين ينفجر نقطة التانية الشخص المعبر شخص المعبر ادي له المساحة من الكلام معبر ايه بقى بيتكلم كتير كلام هو بيحب الكلام بيحب الحكايات بيحب يحكي الاولاده بيحب يتسئل اسئلة حتى لو بدي هي ويحس ان هو بيجاوب عليهم ويحس ان لقيم بيحس ان بقيمته في كده التعبير الدي له المساحة وفيه زوج بيبقى مسيطر شوية المسيطر دوت اللي هو بيبقى محتاج ان كل حاجة نستأذنه اه وده مش شخصية صعبة بالعكس انت مجرد ان انت تقولي له الكلام ده هيحس ان هو في افضل حالاته تمام بس احنا بعد اذنك ممكن نعمل كذا قال لا ما فيش مشكلة ما فيش تنش الموضوع الشخصية اللي بعد كده مش تمامها شخصية تحليلية شخصية تحليلية يا جماعة محتاجة تالي واحد زي دو واحد سوا اتنين تمام عملنا كذا بما ان اذن الاولاد متطلباتها كذا وده ضروري عشان كذا هيوافق الحاجات اللي تغيز الشخص التحليلي الحاجات اللي بتوع مبهمة راح فين المصروف ما عرفش تتصرف في ايه كده يتجن خلت بالحرك وهكذا دول اربع شخصيات احنا بنقول لناس دايما يكون عندنا مساحة من تقبل الاخطاء بالنسبة الاخرين نقطة التانية لابد ان الصور الزهنية اللي في الزهننا تتروض وإلا ده يوصلنا لمرحلة مش كويسة يعني ايه تتروض في بعض الناس عندها صورة الصورة دي اقرب للكمال نعاوز واحدة هادية ووديعة وطيبة وفي نفس الوقت كذا واتوفر له كذا نعاوز واحدة فيها كل الاشياء بيش حد كذا يعني لازم تفكير ويتغير بارك لازم طب يا دكتور لي بعد الجواز هو بيشوفها بشكل تاني لأن المسكات تشالت لا يعني مثلا هو في الفترة الخطوبة شايفها ملاك ايونا تمام انا بتكلم بقى للجمال مش الصفات بقى بعد الجواز شايف الستات كلهم امراض وهي لأ وتبقى بتعمل يعني اقصى ما عندها عمالة تغير شعرها من الاصفر للاخضر وتلبس مش عارفة ازاي وتعمل ضايب تعمل عمليات ومش عارفة ترضي ده ايه بقى انا بقى اولا مرحلة الخطوبة زي ما قلت مرحلة اقنعة مرحلة زيف وليس حقيقة تمام مرحلة اللقطة الاخيرة هي بتظهر قدامه بالشكل الاخير اللي هو افضل شكل واكمل واكع وهو نفس الطريقة بيتجمل والهدايا والكلام فدي كلها حاجات براقة وبيقى في جاذبية ولسه برضو الاموء وهكذا الحاجة اللي بعد كده هو بعد الزوج هو تشبع منها ولما تشبع بدأ يوصل لمرحلة المقارنة فيقارن مع الاخرى والتنوشفها في كل الأوجه والأوضاع وهي نفس الطريقة تمام فبدأت العملية يوصل لمرحلة حالة من الملل مرحلة من التكيف والانسان لما بيتعود العسل بيبقى خلاص خلاص خطر حضرتك فبيبقى محتاج يعرف امته من جديد اللي هي مرحلة هقولها لك ازاي يا دكتور وهو برضو مجهود ده مجهود يعني يعرف امته تاني ازاي انا هقول لحضرتك في حاجة جماعة احنا بنقولها كده كل شهر كل شهر لكل الناس المتزوجين خدوا أجازة من بعض يومين تلاتهم كل شهر خدوا حاجة تكسر الروتين كسر الروتين بالنسبة للسيدات مش بس بتغيير الكاراكتر الشكل اللي هو نقول لك لا كسر الروتين بتغيير الطبع ولو نسبية البعض نوعا ما من فترة للتانية ممكن يكسر الروتين ده او يجدد مشاعر جديدة بين الرجل والست جدا من اكتر الحاجات احنا بنقولها لكل الناس خدوا اجازة من بعض كل فترة اجازة ومين تلاتة مش اكتر من كده حتى لقوا اجازة في نفس المكان بس كل واحد في مكان مختلف ده كل في حد ذاته مطلوب جدا في اي علاقة زوجية عشان تقدر يبقى الدماء تتدفق من جديد يبقى العملية مش بس ان الواحد يحس ان هو مش قادر لا يتكلم ولا قادر يعمل كذا وتكيف وحاسس بملل وهي انه حاسة بملل والتنين ضغطين على بعض ده مش مفيد طب تقول لهم ايه في نهاية الحلقة دكتور رسالة للست والراجل في نص دقيقة حاط في نص دقيقة بالنسبة للستة والراجل ارجوكم الحياة الزوجية بالنسبة لنا مش صراع حياة الزوجية تكامل انت انت فيك النصف وهي فيها النصف والنصف الواحد ومش كافي لابد ان النصف هي اتحد مع النصف عشان يبقى الكل والحاجة اللي بعد نبلع لبعض ونسع بعض ودايما الحديث بقول خيركم خيركم لأهل يعني افضل انسان هو فعلا الكويس مع زوجته والعكس صحيح الزوجة نفس الطريقة ارجوكم احنا مش ملائكة احنا بشر بنغلط وبنصيب وبنقع وبنقوم تقبلوا بعض كما انتم ما تحاولوش دايما تبحثوا عن الكمال الكمال بالزبط لله واحده اولا والكمال كعنصر بشري بيكون اضطراب اكتر منه وصول محالش يوصل للكمال فبالتالي تقبلوا بعض كما انتم الناس اللي هي دايما عندها قناعة انا هاخدوا بعدين اغيروا انا هغيروا انا هغيروا او هو انا هغيرها ارجوكم مش هينفع روضوا بعض وتقبلوا بعض التغيير وبعض الاشياء التي لا تتغير وعيشوا وانتم سعداء ومتقبلين بعض بطريقة اخرى دكتور محمد سعداء بحضرتك شكرا في ساعة مع نبال وكل سنة بحضرتك وحضرتك كاملة الصح شكرا جزيلا في ختام ساعة مع نبال في اول يوم من عشرين صفحة فيها النهاردة اتمنى ان احنا ما نفضلش نقول الرجال عاوزة ايه ونقول الستات عاوزة ايه عايزين نفهم بعض عايزين نوقف الصراع المستمر بين الراجل والست لو كل واحد فيه فهم تركيبة عقل التاني الموضوع اتحل بقى كل شيء سهل مش ممكن هنبقى شكل بعض بالمل ابدا مش شرط اللي هتخدي او اللي انت هتاخدها تبقى فيها كل الحاجات اللي انت بتتمناها واللي انت عايزها ممكن نعيش وممكن ننجح وممكن حياتنا تستمر لسنين واسنين زي اجدادنا زمان واحنا مش شكل بعض ولا طريقة تفكيرنا ولا عقلنا زي بعض لسه الفرصة قدامنا دعوة للحياة تساعة مع نجال ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر